تعال اقول لكم ازاي ممكن تعملوا معطر في البيت بقى لتكلفة وتدي ريحة للبيت اكا انكم داخلين فندق او سبا هتجيبوا ازازة مية فاضية زي دي هتقصوها بشكل عشوائي انا قصيتها طبعا بشكل زي ما انتم شايفين ومش لازم الازازة البلاستيك دي يعني ممكن تبقى اي حاجة بازمان احنا منشتغل بحاجة من جوه البيت يمكن تبقى طبق غوية حاجة صغيرة كباية صغيرة ايا كان الشكل المناسب بالنسبة لكم اللي يريحكم هتجيبوا ملح خشن ولازم يبقى الملح خشن ما ينفعش الوصلة دي تتعمل بالملح العادي اوكي هتجيبوا ملح خشن وحتملوا الكباية الصغيرة دي من البلاستيك او الطبق الصغير او ايا كان القالب اللي انتم هتستخدموه وبعد كده بعد ما نملى كمية كويسة يعني او حسب الكمية المناسبة لحجم الكباية هنجيب معطر من البيت اي نوع معطر هدوم ومش لازم معطر هدوم ممكن هو يستحصل معطر هدوم لانه ريحته بتبقى حلوة بس ممكن نستخدم زيوت معطرة كمان وهنجيب كحول والنقطة بتاعة الكحول دي مهمة جدا لازم يبقى فيه كحول لانه دي بتخلي الريحة concentrated اكتر او مركزة اكتر وهنخلطهم بالشكل ده عشان نخلي الحاجات تختلط ببعضها وبعد كده هنجيب بقى عود ارفة ومعطرات دي انا خلطاها اقولكوا بقى على الاماكن ممكن تجيبوا منها المعطرات دي ممكن تنزلوا شارع الجامع الاحمر ممكن تنزلوا الازهر ممكن شارع المعز كلها فيه محلات كتير جدا بتبيع المعطرات المركزة وحنحط ينسون اللي على شكل نجمة ده بتبقى ريحته هيلة او رنفل او اي حاجة انتو تختروها ده نوع تاني من المعطرات طبع انتو شايفين الزيوت بتاعة المعطرات اللي طلعت على الوش دي وبنسبهم يتجمعوا مع بعض او يتخمروا مع بعض كده شوية مش عايزة اقولكوا يا جماعة بتخلي ريحت البيت تحفى حطوها في الحمامات حطوها في زوايا البيت مش عايزة اقولكوا رحلة يعني رحتها هيلة 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 و بس هي دي وصفتنا للارد